في جريمة بشعة يعني تخطيطا وتنفيذا واستهدافا اغتالوا الوطن واغتالوا قياداته وها نحن اليوم امام مناسبة لاثنية عشرة على التوالي ما ادري كيف من المنظور السياسي نقرأ هذا اليوم انا اعتقد انه كان هذه الجريمة وهي جريمة مركبة هي ليست فقط اغتيال لقيادات الدولة بل محاولة لانهى فكرة الدولة لانه حدث من هذا النوع لانهى كل قيادات الدولة بها الشكل انا سيجرنا الى حالة من الفوضى والاحترابات الاهلية وهو انهى حتى مفهوم الشرعية ودخول الدولة بكلها والمجتمع في حالة من النزاعات المتعددة وكانت الاوضاء غير طبيعية في هذا الوقت القصة لم تكن حالة ثورية بالطريقة التي كانوا يتخيلوها وانما كانت ستدوء يعني كانت ستجودنا الى حالة من الحرب الدائمة وانا اعتقد انه كان بقى علي عبدالله صالح ورسالته وايضا توصيته بان لا يحدث شيء كانت هي الرسالة الاهم والاوضح ان السلام والاستقرار والامن وحتى لو في صراعات سياسية علينا ان نحافظ على جماع الناس وان لا يبلغ الصراع مدى حتى تبقى الدولة ويظل التعايش بين الناس الصراعات السياسية تحصل في كل المجتمعات ومهما كانت التراشقات ومهما كانت الشعارات المرفوعة ومهما كانت حتى من التنابضات الموجودة لكن ان تصل الى الدم وانا اعتقد انه من قاموا بهذه الجريمة وانا اتصور ان القصة ليست فقط يعني انها هذه القيادة بل كان الهدف الاساسي هو جره اليمن الى حالة من الفوضى والنزاع الدائم والاحترابات المتعددة وتوسيع دائرة العنف بشك لا ينتهي لم تكن مسألة انه خلاص قتلت القيادات لو تم اغتيالها بهذه الطريقة رغم جريمة وهي جريمة عظيمة ان تستهدف رئيس دولة الاغتيال السياسي هو من اخطر الاعمال الذي يدمر المجتمعات ويدمر السياسة ويقود الناس الى احترابات اهلية انا اعتقد مثل هذه الجريمة كان المفترض ان يتم ملاحقة كل من له يد في هذه المسألة ايضا ان يكون هناك حتى محكمة خاصة داخلية تنشأ لهذا الامر او محكمة دولية خاصة تنشأ لهذا الامر لانه وضع خطير كثير من الناس صدموا وهناك من اختفل وهذا دليل السذاجة السياسية وعدم الوعي والغوقائية التي يتعاملون معها في انبثل حدث من هذا النوع كان المفترض من الطروب او الساحات ان لا تختفل بهذا الشكل بل ان ترفض هذا العمل لو كانوا يفقه السياسة وكانوا فعلا على اقل العقلة منهم وعلى الاقل يرفض مثل هذا العنف الذي يحاول ان يضرب كل قيادات الدولة يعني كل قيادات السلطة التنفيذية والتشريعية وايضا يعني سلطة البرلمان رئيس البرلمان رئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ورئيس الوزراء كل السلطة القضائية يعني الا السياسية والتنفيذية والتشريعية بهذا الشكل يعني وبهذه الجريمة من فكر وراءها لا يمتلك عقل الا ولذلك انا اعتقد حتى لو في واحد غضب يعني حتى مهما بلغ الغضب السياسي مهما حصرت المشاكل عمل مثل هذا هو لم يكن يستهدف فقط صالح وقيادة الدولة بل الدولة بذاتها بل يستهدف المجتمع اليمني بكل وجران الى عرف كان يستهدف ليس اسقاط النظام بل اسقاط الدولة بكلها عبر عملية فوضى من خلال الدم ودم لقيادات كبيرة يعني هي القيادات كلها قيادات الدولة لن يؤتي بديل هكذا من الشارع وبالطريقة التي كان يفكر بها هؤلاء وبالتالي كانت الحكمة آتية من طرف الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله بأن هدأ الناس ولجأ إلى القضاء وكثير من قيادات المؤتمر كانت أكثر عقلانية واتجانا وكثير من قيادات المؤتمر